تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي تجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سيرفيس بورت في اليوتيوب حلقة اليوم اللي نتكلم فيها عن مواهب ضعط وكثير ناس بالتعليقات تطلب إحكي عن مواهب ضعط وبصراح هذا الفيديو لو شو مكان طوله ممكن ما يكفي لأنه ممكن أضطر أعمال مليون موهبة حتى يعني صعب جداً تحكي توب 5 لأنه كثير اللي اتفقلنا فيهم وضعوا إما لضغط إعلامي أو لمستسرع أو لتسويق وكلاء أعمال خدعونا ببعض مستويات اللاعبين أنا هتكلم عن توب 5 من 2010 ل2020 يعني ما هتكلم عن شي صار زماني كثير لأنه كثير كثير أيضاً اللي ضاعوا فمش هنلاحق نعمال بتوب 5 هتكلم أكثر من وجهة نظر شخصية أنا يعني إنه هالبروباقاندا اللي صارت حول لاعب بعض المباريات اللي شفت لهذا اللاعب خلتني أقتنع أنا ممكن والله يصير شي كبير بس للأسف مساره راح بشي آخر أبدأ مع لازار ماركوفيج كان عبارة عن مكينة مع بنفكة في موسم الدور الأوروبي 2013-2014 التوقعات منه كانت هائلة اللاعب كان عم بقدم شي غريب مع بنفكة ولما انتقل لليفربول كان متش بيلعب مع تشيلسي قال أول ما ينسجم ما حدا حيقدر يوقفه في إنجلترا وفعلياً ماركوفيج هو اللي وقف نفسه اللاعب فجأة تخل كأنه ما بده يلعب فجأة غريب بعيد عن المباراة مش عارف وين بيعمل شو بيعمل فاللاعب ضاعت مسيرته ورجع الآن لبرتزان السربي ماركوفيج كان ممكن يوصل لليفل آخر ككرة قدمة اللي شفنا منه بع بنفكة في ناس كتير بتقول إنه ارتاح أول مأخذ عقد مالي كبير وسرب حتى إنه قال لبعض أصدقائه أنا أمنت مستقبلي ردة فعل ماركوفيج الضعيفة جعلته يدخل ضمن أسوأ صفخات لفربول على الإطلاق وكثير صحف وصفتوا بأنه الأسوأ في تاريخهم ننتقل لللاعب الثاني إنيانغ واللي الجميع بيعرفه مع ميلان إمباي إنيانغ اختارته كثير مجلات أول ما بلش يطلع على أنه ضمن أفضل عشر مواهب شاب في العالم الجميع كان يتوقع منه شي كثير كبير لكن اللي حصل كثير سيء لمستوى أنه إحصائياته السلبية ما عادت أنه كم مباراة ما سجد وصلت لدرجة أنه كم مباراة ما سدد أصلا أعير هون أعير هون حسن أموره بالفترة الأخيرة بفرنسا لكن مش لدرجة إنيانغ والتوقعات اللي كانت يوم ما بدأ يلعب مع ميلان وأنتقد معكم للاعب ثالث أدامة راوري ما بتكلم عن لاعب ويربر هامتون بتكلم عن لاعب مالي اشترى موناكو في 2015 بعد ما كان أفضل لعب شاب في مونديال تحت عشرين سنة لتلك السنة أدامة لما اشترى موناكو كتب فيه شعر في البيان واحد منهم قال هو الأمن العظيم لمستقبل كرة القدم وفي سطر آخر قاله عنه نحن نستثمر في المستقبل على شراءهم أدامة اللي حصل من أدامة لعب الوسط لا شيء من اللي توقعه موناكو اللاعب ضاء تاه وحتى اليوم اللاعب من إعارة لإعارة وصار عمره 25 سنة فما بنعرف لو ممكن يحسن شكل ختام مسيرته لكن أكيد مش هتكون كالمسيرة اللي توقعناها إلو في 2015 اللاعب الرابع ربما يكون الجميع بيعرف قسطه سيرجو كاناليس لاعب ريال مادريد في 2009 كان عم بيتقلق مع ريسنج سنداندر كل الفرق تقريبا صارت بدهيا من إنجلترا على إسبانيا على إيطاليا على ألمانيا الجميع بده كاناليس اللي كان مبهب في موسم 2009-2010 مع ريسنج لدرجة أنه فكر ديل بوسكي ياخد معاه عمره 19 سنة على موليديال 2010 في التشكيل الذهبية لمنتخب إسبانيا واللي كانت قوية جدا هالي درجة التوقعات من كناليس لكن اللي حصل أنه رعى ريال مادريد في 2010 كان موجود مورينيو وكان برشلونة رهيب ضغطه كبير مش وقت تقعد نضيع نقطة هون أو هون خاصة لما تنافي السيغوارديولا قضي على فروسو دخل بمشاكل فكناليس رحت مسيرته باتجاه آخر بقي اللي بيشوفه الآن في بعض المباريات مع أي فريق تحس أنه كان عنده شي زي ما كان ينحك عنه بس انتقل في الوقت الغلط على اتجاه غلط وفدفع الثمن خطبي بتوريك كيف أنه اللاعب لما يستعجر سنة واحدة بس قبل شو بتفرق معاه توقيت الرحيل قديش كناليس كانت الجارديان تتكلم عنه في تقرير شهير وقتها نعرفكم على النجم المستقبلي للدور الإسباني ولكن كناليس ما عادت كذلك أبدا ننتقل لللاعب الأخير واللي هو بالأكيد مركز واحد بلا نقاش ماريو بالوتلي ماريو بالوتلي اللي الصحف قالت هذا ميسي ورونالدو بلا نقاش وهو صار يتكلم أنه لازم يفوز بالكرة الذهبية بسرعة والجميع رفعوا توقعاتهم من بالوتلي بشكل رهيب بلش قبل 2010 ثم انتقل إلى مان ستي ب2010 والجميع كان مؤمن أنه ماريو بقدر يعمل واللي شاف ماريو بأكمل لقطة بأكمل حركة بأكمل توقيت لا ماريو كان ممكن يصير لعب أخر بس اللعب هون عقله مش بالملعب اللعب هون مش مستوعب فكرة كرة القدم الحالية فرح باتجاه آخر شفنا كل تجربة يخاضها لازم يسيء للي أعطوه فرصة مان ستي ميلا حتى في فرنسا والآن في إيطاليا اللعب هذا عنده مشكلة مع الناس اللي بتقدروا فعلا هذه الطريقة خلته يروح ماريو من سوبر ماريو لا ماريو كثير صغير نوصل هون لنهاية التوب فايف بس لنا منكم تحكولي بالنسبة لكم مين أهم خمس مواهب شابة ضاعت ما بين 2010 و2020 رغم توقعاتكم الشخصية لها إنها تصير نجوم أكبر السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر